الكلينيكال اناتومي راح ابدأ اول شي اشرح البونز العظام البولفك ريجين العظام اللي مكونه الحوض مثل ما تعرفون حوض الانسان هو هذه العظام المرتبطة مع بعض اللي تأدي اللور part of abdomen النهاية الابدومن مسؤولة عن حمل وزن الانسان طبعا لانه يتشيل الوزن مسؤولة عن هالشيء اضافة الى مسؤولة بالامرأة عن حمل الطفل ايضا فيها يكون هذه المنطقة وهي المنطقة اللي متواجدة بيها ال reproductive organs الاعضاء المسؤولة عن التكاثر وبالتالي كان لزام لازم ابدأ كبدالية اناتومي ان يكون بالعظام وبعدين راح ننتقل شوية شوية من العظام للـ ligaments للـ nerve supply للـ blood supply للـ organs يعني بشكل راح يكون مكمل لبعض حتى نبدأ نرسم لازم اول شيء نعرف انه العظمة الاساسي المرتكز عليها كل شيء هو الساكروم عظمة العجز الساكروم فمن راح ارسمه راح ارسمه بهذه الطريقة طبعا نتسوي رسمه مثل الفراشة اذا سيت تعلم كيف ترسمه ويتجه للأسفل فهذا العظم هو عبارة عن فقرات ملتحمه خمس فقرات عجزية ملتحمه S1, S2, S3, S4, S5 خمس فقرات عجزية ملتحمه من بعض ومكونه عظم واحد فهذه الطريقة راح ارسمها يعني هذي التحام مع بعض وهنا طبعا عندنا عظم الكوكسيك راح ابدأ ارسم بهذه الطريقة طبعا عندنا عظام مكونه هذا الجزء من البولفك ريجين اللي هي إلياك بون إيشيوم والبيوبك بون ثلاث عظام ها ستراح ارسم لكم اياها هرسم توضيحي هذا اسمه إلياك إلياك بون هذا العظم اسمه إلياك بون طبعا هنا انا ايضا يعني اي من داش راح على جزء واحد هذا المقارب نفسه هو يعني هذا جزء وهذا جزء هذا جزء وهذا جزء وهذا جزء هو سيمتريكال يعني مشابه للجزء المقابل اليمني نفس اليسرة هنا عندنا الساكروم اللي قلنا متكون من خمس فقرات من التحمل مع بعضين كوكسيك عظام عظم صغير وإضافة إلى قلنا هنا إلياك بون مرتبط عن الجانبين من الطرف من الساكروم هنا عندنا إيش يوم أو إيش يالبون هذا المكان طبعا من الخلف أيضا هنا عندنا هذا كل إيش يوم هنا عندنا البيو بيك بون البيو بيك بون البيو بيك بون ويه البيو بيك بون المقابل يرتبطون بمنطقة ش يسمها بيو بيك سين في سيز بيو بيك سين في سيز ساكروم إيلياك إيش يوم بيو بيك بون هذي تلثة عظام راح يتكون هذا جزء من الحوض المرتبط بالساكروم فهمتوا يعني نقول لك الحوض هو مو عظم واحد هو تلثة عظام هنا مرتبطة مع بعض هنا الارتباط أكو عندكم جوين عندك موفو بال جوين يعني تتحرك مثل ني جوين اللي تتحرك بقدمك عندك فكست جوين هذي ثابته مثل عظام بجمجمة هي مرتبطة بجوين يعني اكو مفصل بيناتها لكن هذا المفصل غير قابل للحركة فكست جوين عظام غير قابل للحركة مثل الجمجمة لكن هي مرتبطة هي مو عظم واحد هي عدة عظام مرتبطة نفس الحالة هنا هذا فكست جوين هنا طبعا عندنا الاسيتابيولن اللي هو المنطقة اللي يرتبط بيها الفيمر بون هذا احنا ما اننا علاقة هسا حاليا الفيمر بون العظم الفخث هذي بشكل اساسي الاناتومي البيوبك سيمفسيز هو مو عظم هو عبارة عن فايبروس تيشيو وبطبعا كولوجين تيشيو نسيج رابط هاذا وظيفته يربط بين البيوبك بونز طبعا هنا اكو غلط بالرسمة منو يعرف انا اشرح على الفيمر اكو غلط بالرسمة شنو منو يقدر يمييزه الزاوية هنان هذي الزاوية خطأ بالمرأة الزاوية بالمرأة هذي مية وعشرين درجة انا عمد درسمته هذة طريقة حتى امييزه لكم اياها الرجل الزاوية تكون تسعين درجة يعني بهذه الطريقة يعني تكون زاوية قائمة تسعين درجة تسعين درجة بالمرأة هذي الزاوية تكون مية وعشرين يعني بهذه الطريقة تقريبا مية وعشرين درجة ليش حتى تنطي مساحة اكبر للحوض لان تعرفون ان الحوض المرأة يستقبل الطفل لازم يخرج الطفل اثناء الولادة فبالتالي محتاجين حوض او سع فهذه نقطة مهمة لازم تعرفوها جبتلكم مجسماني حتى اسهل عليكم الفهم تشوفون رسمها رسمتها طبعا هذا anterior view يعني انباوة عالية من الامام فاهميني posterior إذا نقلبه للخلف lateral إذا انباوة عالية من الجانب من جانب واحد فقط فهذا lateral هذا anterior هذا posterior فانحنا الرسمة اللي رسمتها انتيرير تشوفون هذا الساكروم طبعا هذا العامود الفقري منتبط بالساكروم في هذه المنطقة ووراها عدنا شنو إيليك بون عدنا بيوبك بون وإيشيوم واضح هذا بشكل عام وهنانا البيوبك سيمفسيز أسرح شوي أدخل شغلات أدق بعد لين هنا أنا أكو واحد مفاهمة واحد عنده سؤال لو لكل أتصور واضحة له هذه المنطقة من الإليك بون بتقدر كل واحد معدكم يحسها يحس هذا النتوء لهنانا هذه يسموها superior superior إليك سباين أي الشوكة العليا superior إليك سباين وهذه المنطقة راح أمسح الأسماء ما لاتهم حتى أقدر أميزي عرفته أن هذا إليك وهذا بيوبك وهذا يشيوم هذه المنطقة من البيوبك بون يسموها بيوبك توب ركال أو توبراسيتي أو بيوبك بون هذه النتوء الأمامي هذه مهمة لأنه من superior إليك سباين للبيوبك توبراسيتي عندك نسيج رابط هذا يسموه inguinal ligament inguinal ligament بين superior إليك سباين وبين البيوبك توبراسيتي هذا مهم منو يعرف أهميته؟ شنو أهميت هذا؟ شنو أهميته هذا؟ طبعا هذي أهمية طبية عامة أنا مد أقصد هنا أنا gynacology بس ذكرت اللي أنا أهمية شنو يمر من هذا inguinal ligament منو يعرف؟ منو عنده فكرة؟ منو قال؟ منو قال؟ ثم 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 هل أنت شون تعرف بالمستشفى؟ موقع الفين هذا المكان راح يمر من عنده الفيمورال آرتري الفيمورال آرتري وظيفته هنا هنا الفيمورال في حاله إنه ما قدر منحصل طبعا أنتو تعرفون إنو نحنا ننطي يعني ننطي سوائل بالوريد لكن في حالة ما قدرنا نحصل يعني مرأة كبيرة عندها سكر ما قدر تتحصل اكسس من اليد لازم تجي على منطقة اكثر تقدر تحصل بيها مجال مثل الفيمورال فين حتى تخلي بيه ايفي فلويد طب اذا انت شون راح تعرف الفيمورال فين من الفيمورال ارتري يعني راح تخلي الكاثيدر او تخلي الشي يسموها النيدل بالفيمورال ارتري طبعا اكيد غلط لان احنا نريد نوصل للقلب الادوية يعني الارتري راح يوصلها للقدم ما راح يوصلها للقلب فكيف نقدر نعرف احنا موقع الفيمورال فين شون راح اعلمكم طريقة هذا الفيمورال ارتري الفيمورال ارتري ع الجانب القريب من الميد لاين على الجانب القريب من الميد لاين من الوسط الفيمورال ارتري الفيمورال فين طبعا هو دا يمر ورا الفيمورال فين ومن انا يمر عندك الفيمورال نيار فانت اكو طريقة بسيطة شون تعرف موقع الفيمورال فين اللي انت تريد تخلي بيه الكاثيدر تعرفون شون الارتري من القلب يضخ بيه دم شي يصير بيه بولسيشن فانت من تحس البولس مناتش لقيت ارتري تخلي ثلاثة صعبة عندك اصبع على البولس الاصبع اللي بصفة راح يكون على شنو على الفيم والاصبع المنك على النيرف فانت راح تخلي بهذه الطريقة طبعا نفس الطريقة للجهة المقابلة وضحت هاي الفكرة ولذلك ذكرت لكم القوينال لقيمنت لانو بيه فايدة كلينيكال هذا شي بسيط حبيت اشارككم بي الايشيوم هذا البون عنده نتوء ايشيال سباين يسمو شون قدنا نتوء هنا ايليك سباين هنا هذي يسمو ايشيال ايشيال سباين ايشيال سباين هنا عندك لقيمنت يعني نسيج رابط بين الساكروم والايشيال سباين فاش راح يصير اسم الليقيمنت ساكرو سباينوس ليقيمنت سهلة الاسمين اسم الساكروم واسم المنطقة الرابطة فصار اسمه ساكرو سباينوس ليقيمنت هذا الليقيمنت فاد شوية راح اجي عليه خلوا ببالكم ليش ذكرته ذكرته السبب فهس عرفنا البيوبك سيمفسيز هذا البيوبك سيمفسيز شنو وظيفته منه يعرف الله لم يتوسع اثنان بولاد طيب شنو المسؤول عن توسعه كارتلج لا هو كارتلج ايه صاح نسيج ليفي نسيج ليفي ليقيمنت مثل ليقيمنت متكوم من كالوجين متكوم من بس شنو وظيفته ليش هو اصلا موجود حتى يسمح بتوسع يعني ليش مصالة كلها عظم واحد لانه ذاك الوقت ما راح نقدر نوسعه اثنان الولادة في هذا الحال نقدر نوسعه بس شنو المسؤول عن توسعه اختصلكم شنو الهرمون المسؤول عن توسعه هذا كم واحد يقول اوكزيتوسين لا بروجسترون ولا استروجين ولا اوكزيتوسين هرمون اكتشف سنة 1926 عن طريق عالم اسمه فريدريك هيس ما احد سامع به؟ لا لا ما العلاقة الريلاكسين ينفرز من الأوباريس يعني من المبايض بالملاء من الكوربوس لوتيا اللي راح ينشرح بالمحاضرات المسؤول عن الفيسيولوجي اللي هو الجسم الاصفر يفرز البروجسترون هذا الريلاكسين من اسمه ريلاكسيشن ريلاكسين يؤدي الى توسع عنق الرحم في الولادة يؤدي الى توسع حتى يسمح بعملية الولادة اسم الهرمون ريلاكسين والعالم اكتشفه هو فريدريك سنة 1926 اذا اندى نشوف احنا بين الاليك سباين والاليك سباين اكو فراغ اكو فراغ فاحنا هذا الفراغ هو ما نسوي محيط دائرة كامل فاش نسمي فولس بالفك فولس بالفك يعني الحوض الكاذب المن نقول الحوض انه نقصد شغلة محوضة من كل الجهات لكن اذا كانت محوضة فقط من جهة يعني مو من الكامل الجهات راح نسميها كاذبة فهذا فولس بالفك هاي المنطقة هاي الدائرة هي فولس 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 بالفك ريجين هذي فولس بالفك هذي فولس بالفك الجوة اذا تشوفون هذي الدائرة مكونة من هاي العظام البقية ويليوم هذي الدائرة السفلة هذي تلاحظوها هذي دائرة محوضة من كل الجهات فاش راح نسميها ترو ترو حقيقي فولس كاذب فولس كاذب بالفك الحوض ترو 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 بالفك ريجين ترو بالفك راح هذا الرسم امسحها وارسم لاترال اللي شوفتلكم ايا قلتلكم لما نشوف شغلة لاترال من هذي الجهة طبعا هذا العامود الفقري فرتبرا هذا العظم العجز الرسمته اللي هان شوفتلكم انه هي دائرة اسم لاترال تلاحظون هذي الصورة هالشكل شوفتلكم الامامي ستداء شوفكم شنو لاترال طبعا هذا الاليك بون اللي رسمنا لكم اياه هنانا راح يصير عندنا البيوبك سينفيسيز اضافتني لو انه هذي الفتحة مسيت اقول لكم اياها اسمها اوبتريتر فورامن هذي الفتحة اوبتريتر فورامن بيها اوبتريتر ممبرين يغطيها بيها مجال من الجانب الاعلى من عندها يدخل من خلالها اوبتريتر نيارف اللي يغذي العضلات في القدم الانتيريار تشامبر من البيوبك توبركل هاي اللي قلتلكم عليها البيوبك توبركل هذي المنطقة شوفتلكم اياها هذي 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 اذا رسمنا خط وهمي نحو الساكرم خط وهمي هذي يسموه الانلت يعني الدخول للتروبالفس انلت طبعا ونفس الشي اذا رسمنا من اخر نقطة بالعجز او بالكوكسك الى الفيوبك توبريكا الانفيريار راح شنسميه اوت لت اوت لت يعني الخارج وطبعا هنانا اش عدنا هنانا عدنا شغلة يسموها الاكسس المحور اكسس شنو هذا المحور؟ هذا المنطقة اللي يفوت بها رأس الطفل اثناء الولادة هذا المحور من الالت والاوت لت هاي المنطقة العليا من عظم العجز يسموها ساكرال برو من تاري ساكرال برو من تاري هاي المنطقة العليا من العجز انت ابعاد الحوض تقريبا من هذه النقطة الى هذه النقطة ما يقارب 11 سنتيمتر طبعا تختلف المصادر بين 12-13-11 المسألة كلها مرتبطة حسب ابعاد الشخص حسب يعني المرأة لكن كمعدل 11 سنتيمتر من هذه المنطقة الى هذه المنطقة واذا حسبنا من هذه المنطقة الى هذه المنطقة تقريبا من قارب 13 سنتيمتر حتى نعرف الانلت والاوت لت اهنانا لو كان هذا الانلت قليل هل ممكن رأس الطفل يمر؟ هل ممكن رأس الطفل يمر؟ زين لو احنا شلون راح نقدر نعرف هذا الانلت قليل او كبير؟ منو يقدر ينطيني فكرة؟ احد عنده فكرة؟ يشون تحسن؟ اكو راح افيدكم اكو شغلة اسمها ديجيتال اكزام اللي هي شنو؟ الفيجاينة المهبل في المرأة طبعا هنانا عندنا ال راح ارسم لون اخر حتى تمعيزون هاذي هاذي الفيجاينة المهبل وهذا ال يوتراس الرحم المحتوى على الطفل انت لما تعمل ديجيتال اكزام المفروض ما تقدر توصل للساكرال برومنتري ما تقدر توصل الها المفروض ما تقدر توصل الها لكن في حالة عملت ووصلت للساكرال برومنتري شنو معناه؟ معناه هذا الساكرال برومنتري يعني شنو؟ قريب قريب فمعناها شنو؟ هل هذا فيفربل؟ يعني هل ممكن راح تسل الولادة سهلة؟ لا طبعا فهذا مهم كلينكالي من تسوي فاجينال اكزام لازم تدور على الساكرال برومنتري طبعا هي النتوء راح تقدر تحسه فتعرف الولادة راح تكون صعبة لانه معناها انه صغير الانلت ليهنانا واضحة؟ احد عنده سؤال استفسار مفاهم شيء؟ هذا بشكل عام عن العظام طبعا هنانا عندنا ال الرائح ينتهي بل اللمبر الرائح 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 طبعا هننكمل L2, L1 ثلاثة